إنني أعمل في مكان يبعد عن قريتي بألف سين المسجد وأجلت هناك لمدة سهرين فهل أكثر من الثلاث بالرغم من أنه يوجد في هذا المكان مسجد وإمام مقيم جزاكم الله خيرا إذا سافرت إلى مكاني لعمل من الأعمال أو لتقيم فيه إقامة تجيد على أربعة أيام إنه يجبك إسلام الصلاة يجبك إسلام الصلاة لأنك لما نريد الإقامة التي تجيد على أربعة أيام فقد انقطعت أحكام السفر بحقك وصار لك حكم المقيمين يجبك إسلام الصلاة ويجبك في أيام رمضان وتكون في حالة المقيمين تماما لأن أحكام السفر انقطعت بنية الإقامة التي تجيد على أربعة أيام هذا مذهب جمهور تهل العلم جزاكم الله خيرا